منذ سنوات والحرب تحصد أرواح اليمنيين في استنزاف قتل فيه نحو 130 ألف شخص بينهم أكثر من 12 ألف مدني ضحية الأزمة التي خلفها انقلاب ميليشيا الحوثي عام 2014 بحسب الأمم المتحدة وما زال تعنته يغذي أسوأ أزمة إنسانية في العالم يدفع ثمنها الشعب اليمني آلة الحرب في اليمن خلقت مجموعة من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية أدت إلى انهياره مع استمرار الحكومة الشرعية في خوض معارك مستمرة مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلا أن ثمت بصيص أمل يلوح في الأفق من خلال مبادرة لإنهاء الحرب في جميع أرجاء اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة أعلنتها المملكة العربية السعودية التي تمثل الداعم الأكبر للحكومة الشرعية اليمنية الخارجية السعودية قالت إن وقف إطلاق النار سيبدأ فور موافقة الحوثيين على المبادرة التي تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء الأزمة مشددة في الوقت ذاته على ضرورة وقف التدخل الإيراني في اليمن رد ميليشيا الحوثي وصف المبادرة السعودية بأنها لا تتضمن شيئاً جريداً لكنه أشار إلى أن المحادثات مع السعودية وسلطنة عمان والولايات المتحدة ستستمر فيما رحبت وزارة الخارجية اليمنية بمبادرة السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي قابلت كل المبادرة السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية المبادرة حظيت بدعم وتأييد مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة بالإضافة إلى الأردن والصين كما رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالمبادرة ودعت كافة الأطراف لوقف إطلاق النار والعودة لطاولة التفاوض